بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا لكم في المرة الثانية الرجال الاشتراك في الغناوة وتبعيل الجرس لمتابعة المزيد من فيديوهاتنا ان شاء الله سنتعجبكم و ندمن لكم التوفيق طيب الليلة ان شاء الله سنشوف مع بعض المحاضرة الثانية لكشرته الخواصة العمليات على المصوفات الخواصة العمليات على المصوفات نبدأ ثم أول حاجة سنشوف منقول المصوفة منقول المصوفة عبارة عن كنج رو انقصد تفريع منصد او ارو منقول المصوفة عبارة عن احول العمليات على العمليات على المصوفة قدامنا اف انه الA كانت بساوي A1 1 A1 2 A1 N A2 1 A2 2 A2 N A1 A1 A2 2 A2 N A1 A2 A2 N A1 A2 N A2 A1 A2 A2 N و بعدها كون N في N طيب حرمزلو الترانس بولرمز شنو المصوف A ترانس بولرمز A و C T معناه اسمه شنو A ترانس بولرمز بحول الصوف لشنو لها عميدة والعميدة للصوف زي ما شايفين المصوف الأولى كان بوعدها شنو M في N و المصوف الثاني حيكون شنو بعدها N في M هاي زي ما شايفين الصوف الأول هنا بقال لنا شنو العمود الأول والصوف الثاني حيبقال لنا شنو العمود الثاني لحد الصوف الأخير بقال لنا العمود شنو الأخير المصوف الأولى كانت بعدها N في N والمصوف الثاني بعدها هيكون N في M هاي على الصفوف على دامد شنو حيلاكسوا إذا كان بعد الأولى 3 في 4 الثاني حيكون 4 في 3 طيب نشوف مع بعض هنشوف أمثلة لو كانت عندنا الـ A بيساوي A2 الـ A بيساوي 2-8 مصوفة عمود والـ A الثانية كانت مصوفة مربع و الـ A في المصوفة C كانت مصوفة 3-2 حنشوف الحل بتاعنا عوزين الـ A Transpose Finds the Transpose of the Following Matrix طيب لو عندنا الـ A بيساوي 2-8 مصوفة عمود حتابقى لينا مصوفة عمود حتابقى لينا مصوفة عمود كان فيه A2 من العمودة مصوف 2-2 مصوفة عمود 1 حتابقى هنا فيه اثنين من العمودة و صف شنو صف واحد طيب المصوفة الثانية كانت A بيساوي 1-2-3-4-5-6-7-8-9 مصوفة عمودة مربع طيب اجيب الـ A Transpose حال قايصة صف الصف الاول كان 1-2-3 تقلب عمود 1-2-3 صف الثانية 4-5-6 تقلب صرف عمود 4-5-6 الصف الثالث 7-8-9 تقلب صرف عمود 7-8-9 طيب و الـ A هنا مصوفة 3-2 حتابقى مصوفة 2-3 الصف الاول كان 0-1 حيبقى عمودة الاول 0-1 الصف الثانية كان 2-4 حيكون فيه شكل بتاع عمود 2-4 و الصف الثالث كان 1-1 حيكون فيه صورة بتاع عمود 2-3 صف الثالث 1-1 تقلب صف الثالث طيب حنشوف بعض الخواص نشوف الخواص المنقول لو عندنا A ترانسبوس ثانية بتلالة ترانسبوس حتبقى مصوفة نفسها الخاصية الثالث لو عندنا العدد السابت تربط في كلها ترانسبوس ممكن اطلع على العدد السابت بلقى كلها ترانسبوس زي ما الخاصية الرغمية الخاصية الرغمية الخاصية الرغمية 4 لو عندنا كلها ترانسبوس طيب مع بعض نشوف خاصية ثانية نشوف الترانسبوس في حالات يدينا في نوعين من المصوفات اول مصوفة لو عندنا سكوير ماتريكس اف انو اول مصوفة المتماسلة المصوفة المتماسلة اذا كانت المصوفة سابت المنقول اف انو اكثر اشتابت نحب ان نستجم في بعض المسائل هنا عندنا العلام سيلا ممكن يقول لنا شنو في الامتحان يسألك اف انو الاي بي ساوي واحد اثنين ثلاثة اي اربعة خمسة بي سي دي ستة اذا سيمتريك ماتريكس فانزا بالي اي و بي و سي طيب لو قلك عندنا سوابط عاوزين نجيب الغيمة بتاعتها عندنا عاوزين نجيب الغيمة بتاعت الاي والبي والسي اذا كانت شنو اذا كانت الاي سيمتريك ماتريكس طيب حامل شنو حامشة يجيب المنقول طالما الاي بي ساوي الاي ترانسبوس حامشة يجيب الاي والاي ترانسبوس الاي قاعد عندنا حامشة يجيب الاي ترانسبوس بتاعك حسابين ببعض حالقة غيمة الاي ساوي الشنو الاثنين غيمة بي ساوي الثلاثة وغيمة سي ساوي الخمسة سوال ثاني ممكن ندك شنو يقول لك برضو find the value of a و b و c اف انو المصوفة دي عبارة عن شنو طيب حنعمل شنو برضو حامشة يجيب السالب الاي ترانسبوس سالب الاي ترانسبوس حتبقى 0-a-b-c-2-3-0 ساعد الصفة الاخير سالب اثنين سالب اثنين سالب اثنين سالب اثنين سالب اثنين زي ما شايفين هنا هتكون ملغيهم بتاعتنا المنبع أفزيني هتبقى A يساوي ساوي بلقي A ترانسفوس بلقي A بيساوي با 1 ال B بيساوي با 2 و C بيساوي ب 3 طيب عندنا ملحوظة يا شباب دايما أي مصفوفة في المنقول بتاعتها بتكون سيمتري تمام أي مصفوفة يا شباب ضربة في المنقول بتاعتها بتضيفنا مصفوفة شنو مصفوفة مدماسلة تمام دعوا برعا خاصية خليكم انتم عارفيني طيب ده البروح بتاعها عنده A ترانسفوس كلها ترانسفوس بيساوي A ترانسفوس يلا من الخاصية رغمي تحت ضربة القبال يساوي شنو يساوي ال A ترانسفوس كلها ترانسفوس في ال A ترانسفوس طيب معناها يا شباب يساوي ال A ترانسفوس إذا ال A ترانسفوس بتكون شنو بتكون بسببترق أو مصفوف شنو مدماسلة طيب بلقي شباب في ال Real Numbers ال A في B تساوي ال B في ال A الكميونيتي فلويز او فورمال تبليقاشن متحقق هنا او الخاصية بتاعت الابدال او اجمع الضرب بتاع الاعدات العادية شنو ابدالي لكن في الماتريكس بلد ال A في ال B لا تساوي ال B في شنو في ال A معنى اذا الضرب في المصفقات غير شنو غير ابدالي طيب تاني في حاجة اسمها شنو بعد شوية بعد ما نشوف مثال في الضربة الابدالي هنا استوى معلش هنا شباب في الالكزامبل اللي بقولوا عليه منقول هنا شنو المثالين نقول لنا شنو شو زاد شو زاد شو زاد ال A في ال B عن ال B في ال A ار نوت شنو اكوال فورم عازل النزبت انو ضرب غير شنو غير ابدالي في المصفقات ضرب غير ابدالي في المصفقات طيب عندنا ال A بي ساوي 1 3 2 ساوي 1 و ال B بي ساوي 2 ساوي 1 0 2 حنضرب ال A في ال B ضرب عادي زي ما شايفين حنضرب صفق عمود حنضرب و ال A في ال B ساوي 2 5 4 ساوي 4 و ال B في ال A حضرب الصفق عالي في العمود في النهاية النتيجة يكون 0 7 4 ساوي 2 إذن A في ال B لا تساوي ال B في شنو في ال A إذن اضرب في المصفقات إذن غير ابدالي حنضرب حنضرب الصفق حنضرب حنضرب الصفق حنضرب الصفق كلها مصفتو بايتو. طيب حضرة بعهد الاي في السي حتبين بي سالب اثنين اربعة سالب واحد اثنين. واس بي في السي حتكون كم سالب اثنين اربعة سالب واحد اثنين. في الحال ده شواب اه عرفنا انه شنو? اثبتنا انه سوء الاي في السي اقوال بي في السي. بط الاي تزنط اقوال بي. شكرا لكم للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارجع الاشتراك في القناة وتبعيل الجرس عشان نصلكم الجديد ان شاء الله. وشكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.